مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد عنوين كبيرة حملها حديث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه عددا من السياسيين والإعلاميين في قصر الحسينية يوم أمس جلالة الملك أكد خلال اللقاء همية ترجمة هذه المشاريع والاستراتيجيات على أرض الواقع لإيجاد فرص عمل للشباب كما شدد على ضرورة أن تكون إجراءات التوظيف مبنية على الشفافية والوضوح لضمان العدالة للجميع حول المضامين التي حملها هذا اللقاء نستضيف اليوم أحد المشاركين فيه الدكتور موسى جتيوي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أهلا وسهلا بك دكتور دكتور نتحدث عن مضامين هذا اللقاء يأتي حديث جلالته بالتركيز على التحديات المجتمعية والتحديات الاقتصادية في ظل هذه التحديات التي تواجهها شريحة الشباب بالأخص وفي ضوء الخطط الحكومية المبنية على ذلك فأبرز هذه التوصيات والمضامين يعني في الواقع كان اللقاء طبعا صريح وكان فيه حوار حول عدد من القضايا جلالة الملك كان واضح بأنه يحمل الهم الأساسي للمواطن الأردنين وخاصة للشباب البطالة فركز بشكل واضح على التحدي الاقتصادي كان تحدي الاقتصادي يعني فيه حوار حوله وإشارة إلى أنه بالرغم من كل ما أنجز من إصلاحات اقتصادية وقوانين وتشريعات إلا أنه لازالت مشكلة البطالة مرتفعة الفقر أيضا لازال مرتفع والتالي يعني النمو الاقتصادي لم يحقق الأهداف المرجوة منها فكان في حديث حول أهمية ودور يعني ليس فقط الحكومة وإنما أيضا القضاعات الأخرى يعني القضاع الخاص بهذا المجال للانتقال يعني إلى نقطة يعني أخرى وأشار بهذا السياق أيضا لمؤتمر لندن ومخرجات مؤتمر لندن ويعني وضح جلالة الملك بأنه هذه فرصة يعني يجب أن ننتهيزها لننتقل إلى مرحلة التنمية الاقتصادي أو نمو الاقتصادي في هذا الموضوع طبعا القضايا الأخرى يعني اللي تم الإشارة إلها يعني بالإضافة إلى يعني التحدي الاقتصادي كان موضوع الفساد قضية الفساد سم حوار حول هذا الموضوع مع النقاش حول هذا الموضوع وأكد يعني مرة ثاني جلالة الملك بأنه يعني لا تهاون مع يعني هذا الموضوع والحوار أيضا كان تمخذ عن بعض الأفكار المطروحة بضرورة يعني هناك انطباع قوي جدا لدى الأردنيين بانتشار الفساد وبالتالي قد يكون الآليات الموجودة حاليا غير كافية لمعارجة هذا الموضوع وبالتالي ممكن يكون في حاجة بتفكير جديد في آليات للإضافية بهذا الجانب بالإضافة إلى ذلك طبعا موضوع العدالة التوظيف كانت قضية أساسية الشفافية الشفافية بهذا الموضوع ويعني كل هذه القضايا تصب بنهاية المطاب في السلطة التنفيذية إلى درجة كبيرة لكن لمسنا من اللقاء مدى اهتمام جلالة الملك واحتزازه أيضا بالمواطنين الأردين وبالهمومة التي يعاني منها المواطنين خاصة الاقتصادية تحديدا أيضا بالإضافة إلى ذلك صار دار حوار حول مسألة الإصلاح السياسي يعني كان في حديث حول هذا الموضوع ومرة أخرى صار فيه تشديد على أنه بالرغم من أن أردن أنجز التشريعات الناظمة للحياة السياسية خاصة يعني في مرحل التربية العربية وما بعد إلا أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر في على الأقل في جانب الحياة الحزبية حياة المشاركة السياسية وأيضا بالإضافة إلى التحديات الداخلية تطرف جلالة الملك إلى التحديات الخارجية ما ظرف لوكت باسمه تحدث عنه ولا لا نعم سنقوم بتوقف عند كل نقطة طباعا ولكن أشكرك على هذا التلخيص يعني الهم الأبرز كان التحدي الاقتصادي وجلالته في جميع رسائله يعكس مدى قربه من الشارع الأردني وهمهم المواطن بالدرجة الأورى العنوان العريض لهذا اللقاء كانت توجيهات الملكية للحكومة ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم جلالته بتوجيه هذه الرسائل دكتور موسى يعني من خلال الورقات النقاشية ومن خلال كافة هذه اللقاءات واليوم هي رسالة واضحة عندما نتطلع إلى هذه الرسائل بالتوازن مع ما يحدث على أرض الواقع من خطط حكومية آخر هذه الخطط فيما يتعلق بتشغيل الشباب وفرص العمل كان هناك فرص تشغلية 30 ألف فرصة عمل أعلنت عنها وزارة العمل هنا السؤال المطروح هل يكمن الدور الحكومي فقط في توفير هذه الفرص أم في توفير البيئة والمناخ الاستثماري الذي من شأنه أن يولد هذه الفرص على أرض الواقع تمام يعني قد يكون في الشق الأول يعني استجابة مسألة خلق التوظيف الوظائف يعني هي استجابة لمدى التحدي الكبير الذي نواجهه في البطالة يعني لكن بالتأكيد الحكومة من وجهة نظر ليست معنية بالتحديد في توفير يعني هي ليست مؤسسة توظيف نعم يعني هي مؤسسة يعني الحكومة يجب عليها أن تقوم باتخاذ الإجراءات الاقتصادية الكافية لتحفيز الاقتصاد تحفيز النمو الاقتصادي توفير فرص العمل تدريب الناس تهيئة الظروف للاستثمار كل هذه المساعدة هل تشعر أن الحكومة يعني لديها هذا الفهم الراسخ لأنه كلما تعلن الحكومة دكتور موسى عن خطة تكون بتوفير فرص العمل ولكن يعني العدد محدود أيضا هناك متعطلين بمسيرات في الواقع أنا تقديري أنه لا يعني الحكومة وعدت بأنه بعد مئة يوم حيثا وفي الجامعة الأردنية بدعم مركز دراسات استراتيجية أطلق الرئيس خطته يبدو أن الحكومة اكتفت في الإجراءات الاقتصادية المرتبطة في صندوق النقد الدولي الضريبة والآخرين لكن اليوم نحن بحاجة إلى تنمية اقتصادية ليس إلى قرارات اقتصادية ضبط المالية العامة وتحسين موارد الدولة وإلى آخرين كل هذا قد يكون نروح لكن المطلوب هو تنمية اقتصادية وللأسف الشديد أنا أعتقد بأنه لا يوجد برنامج اقتصادي يحقق هذا الهدف لم نرى من الحكومة التصور أنا أعتقد هنا يعني ضروري أن أشير بأنه مسألة التنمية الاقتصادية ليست يعني مسألة فنية بيروقراطية أنا أعتقد على الحكومة أن تقوم بحوارات بإجراء حوارات مع القطاع الخاص مع الأكاديميين مع المجتمع المدني أنه ما هو شكل الاقتصاد الذي نريده في المرحلة القادمة ما هي الفرص الاقتصادية التي يجب الناس على تحقيقها يعني يجب أن يكون هناك تفكير جمعي بهذا الموضوع وهذا غير موجود للأسف الشديد يعني لحد دلانة نحن نعمل طبعا في خطة اطلقت فيه مؤشرات وإلى آخرين لكن واضح أن هذه إجراءات يعني لا تطال حقيقة الجوهر القضية الأساسية أنه أن النمو الاقتصادي في الأردن متدني ومتدني لفترة زمنية طويلة وأن المشاكل يعني المعيشة مرتفعة والبطالة مرتفعة والفقر يعني أيضا مرتفع وبالتالي لا يمكن أن يكون فيه علاج لهذه المسائل بإجراءات بسيطة من هذا النوع يجب أن يكون فيه عادة توجيه للاقتصاد وأنا بعتقد هنا الحكومة يجب أن تقود العملية الاقتصادية يعني حتى إذا تكلمنا بعد مؤتمر لندن ماذا يعني ما هو تصور الحكومة وخطتها لكيفية الاستفادة من هذا الموضوع هذا بعتقد أنه تحدي كبير أمام الحكومة نعمل أن يكون فيه يعني تصور عند الحكومة لأنه هذه الفرص المتاحة نخشى أن تكون يعني كغيرها من الفرص التي يعني ظهرت وذهبت فأنا بعتقد الكورا الآن يفي منعب الحكومة الحكومة مطلوب منها أن تتحمل مسؤوليتها في إدارة الدفع الاقتصادية ليس فقط يعني في الاستجابة للتحديات الآنية المباشرة وإنما أن تقدم لنا رؤية يعني قابلة لتطبيق قصيرة الأمد ولكن رؤية أيضا ممكن أن تستمر لفترة أطول نعم دكتور موسى فيما يتعلق بالتأكيد على نهج الشفافية والعدالة كان هناك في الأوين الأخيرة تسريبات لأوراق تتعلق بتعينات داخل الجهاز الحكومي والمؤسسة الحكومية أثارت استياءا شعبيا هذا الاستياء يصب في المناخ العام للاستياء الشعبي الكامل عبر المملكة فيما يتعلق بهذا يعني هل تعتقد أن السبب هو عدم وجود المعايير الواضحة أم أنه يعني مرتبط بأكثر من جانب وهي ليست مسئولية تقع على الحكومة بشكل عام وإنما ترتبط فيها أكثر من طرف مسألة التسريب أم مسألة العدالة مسألة التسريب والعدالة فهي مكملة بالنهاية بالنسبة للتسريب يعني من ناحية موساسية يجب أن يكون يعني التسريب حقيقة يعني من حيث المبدأ شيء سلبي وغير مقبول لا أخلاقيا ولا قانونيا لكن يبدو أنه الناس يعني بشعورها بأنه تم تعيينات خارج إطار المنطق الذي تطالب به يطالب به جلالة المالك وتطالب به الحكومة وتؤكد عليه الحكومة هو الشفافية والعدالة في مسألة التوظيف أنا أعتقد قد يكون هذا نوع من يعني ردة الفعل يعني السلبية على هذا الموضوع هو ليس مقبول من حيث المبدأ ولكن قد يكون له تبرير بهذه الحادث يعني حيثا هذا ملف كثير مهم لأنه أصلا يعني ليس مع هذه الحكومة وأنه من قبل هذه الحكومة في التعيينات العليا يعني كان دائما فيه يجب أن يكون إعلانات ولجان وإلا آخرين تفاجأ أنه فيه تعيينات خارج إطار هذا السياق الذي تعودنا عليه لماذا التراجع يعني عن ما أحرزنا في فترة معينة ولماذا التراجع أيضا عن تأكيد دولة رئيس الوزراء على أهمية هذا الموضوع سواء كان في خطبه المستمرة في خطته اللي أعلنها أم يعني في مجالات أخرى وهذا مؤشر عن أنه يعني فيه ضعف في قد يكون هناك مصالح معينة متداخلة بين الحكومة وأطراف أخرى كالنواب غيرهم يعني أنا بعتقد أنه هذا كان نقطة ضعف كبيرة يعني في الأداء الحكومي بهذا الجانب نعم دكتور موسى خلال حديثك في المقدمة وتلخيصك لأبرز مضامين هذا اللقاء تحدثت عن جانب إقليمي أيضا وعن أجندة جلالة الملك ما هي برأيك وما أبرز الذي ما تحمله هذه الأجندة في الفترة المقبلة؟ يعني حقيقة أن التحدي الخارجي الأكبر يعني هو الذي يواجه المنطقة الآن يعني هو القضية الفلسطينية تحدي القضية الفلسطينية وكما تعلم جلالة الملك سوف يذهب إلى واشنطن يعني بدات الأسبوع للقاء مجموعة من الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي وهو دائما يعول على هذه اللقاءات لإبراز وجهة النظر الأردنية التخوف ليس التخوف الواقع حقيقة أننا نحن يعني على الأقل كما حصل وهو معلن أنه بعد الانتخابات الإسرائيلية سوف يتم الإعلان عن صفقة القرن للاسف لا يوجد موقف عربي موحد من هذا الموضوع فأنا بعتقد يعني التحدي هنا في إبراز يعني والتأكيد على الثوابت ليس فقط الأردنية وأنها العربية لهذا الموضوع كما يتعلق في القضية الفلسطينية حل الدولتين القدس اللاجئين وأنا بعتقد أنه فرصة أيضا لجلالة الملك بأن يعني يوضح مدى خطورة عدم الالتزام بهذه المبادئ القوانين القاروني الدولي وأيضا الانتفاقيات التي تم التوقيع عليها يعني سابقا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأنه محاولة فرض حل لا يلبي يعني مطامها الشعب الفلسطيني المشروعة يعني وأيضا لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول المجامرة لن يفضي إلى سلام حقيقي وهذا فيه يعني سوف يترتب عليه مخاطر قد يكون يعني ينتج عنها اندلاع يعني حالات عنف أو شيء من هذا القبيل وبالتالي أنا بعتقد أنه يعني فيه آراء متبينة في الولايات المتحدة حول هذا الموضوع وزيارة جلالة الملك أنا بعتقد سوف تلعب دور مهم جدا في توضيح الموقف العربي والأردني حيال هذا القضايا وأيضا محاولة يعني توعية يعني هؤلاء الناس بيئة المخاطر المترتبة على عدم الاتزام يعني بيئة القانون الدولي أيضا ملفات أخرى مهمة قد تكون في المنطقة هي عن إعادة عمار سوريا العلاقة بين العلاق والدول العربية أنا بعتقد أنه يعني جلالة الملك بهذا السياق هو يلعب دور كثير إيجابي في هذه الملفات وعندنا يعني موقف وتحليل لوضع السوري وعادة العمار والأردن تلعب دور إيجابي في محاولة تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لهذا الموقف نعم أشكر كل شكر دكتور موسى شتيبي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية كنت معنا في ملف الأسبوع شكرا جزيلا لك